موضوع موضوع كبير اللي هو شبكات التواصل الاجتماعي الوقاية بالنسبة لأطفالنا كيفاش نتعاملوا كيفاش نوعيوا أطفالنا ولداتنا كيفاش نتواصلوا معهم كيفاش نحكيوا معهم هل السؤال ما تروح برجورية نحكيوا لأولادنا كل شيء أنا هي الأعمار نحكيوا فيها شنو اللي نحكيوا لأولادنا هذا هو الموضوع بربي لأنا أصدقائنا على اليوتيوب أنتم عبارتهم حلقين معنا موجودين تحكيوا لأولادكم ولا فسروا لهم خطرة مش فسلك حاجة أنا خسرت بارشة وقت في حياتي لأنه بابا ومي ما فسروا ليش اكتشفت بالشوية بالشوية في المجتمع قالوا لي راو ثم نسباهية وثم نسمح لها والدنيا باهية غير احنا نعرف كش نتعامل وورا القرية توصل أقرأ على روحك وره ثم أشياء جميلة وثم أمل في العياة كل اللي علموا لي ورد بالك والأخلاق هي كل شي والقيم هي كل شي ورد بالك تكذب وكون نازية مع الناس وما تمدس عيدك على رزق الناس وكي نجيب زربوت مش متاعي يقول لي بابا من أين لك هذا باش كي نكبر من طلع السارة كل اللي عملهم لي أما البرتية الأخرى ما قالوا ليش عليها قعدت تكتشفها واحدين إلى درجة الصدمات ساعت تصدم تلموش شي قوي برشا لحقيقة نعيشوا في عصر على مستوى وليداتنا مختر برشا معاش تفهم لاخترنا منين يجيك هل بالشارع ثم أولياء يخافوا على ويداتهم بالشارع ثم يخافوا عليهم في المكتب وفي الليسية ومخدرات وكذا كله موجود ولا في شبكات التواصل الاجتماعي نجم يكون لا في المكتب لا في الشارع لا عنده أصحاب فاسدين لهو فاسد حتى شي بنك على روحه ووب الشاي يجيك غادي هو كلمة قبلها قالها رافع قال الشارع ولا يجي للدار شوفها جعفر هو فما حاجة أنت قلتها ماذا بيك أنا كي نحكيو فيها حتى شوية معتا حتى كلك اللي هي الخطورة صحيح في اللي قاعدين نعيشوا فيه مع التطور إلكتروني والشاي معانتها اللي قاعد داخل علينا معانتها ملبي بين الكل لجوكل الانترنت اليوتيوب التيك توك الفيسبوك الانستغرام هذا حاجة وفما حاجة أخرى عظيمة برشة يزم ناخذوها جعفر بعين الاعتباء اللي فما أمراض نفسية جديدة وفما مش حتى أمراض مدخلوش معانت في يسر في الأمراض فما مشاكل نفسية قاعدة تتخلق طوى مع الديجيتال ومع ستريس اللي قاعدين نعيشوا فيه ومع الضغط اللي قاعدين نعيشوا فيه قاعدة تجي منهم مثلا حاجات هي كينت موجودة قبل لكن مش بالصيفة اللي قاعدين نشوفوا فيها طوى الحاجة اللي بش نحكيو فيها النفسية اللي هي قبل ما كانتش موجودة برشة طوى والليت صدقوني قد ما قولكم درجة وأنا عشتها شخصيا دونك ما تحليت الكتاب على الموضوع وهزيت بنتي وقتها اللي هي المراهقة المتقدمة لدوليسانس بخيكوش ذي مثلا انا هاو نقولها مثلا هيت ناخدوا ميثين خلي العباد تفهم بنتي وقلي خلط تعمرها ستة سنين ولا تعم في حاجات غريبة نوعا ما نعم غريبة نوعا ما عايتولي تعموا رحقين تعموا رحقين وهاي صغير مش لازم نقولوهم هكا مع تفهم هم حاجات غريبة ما يعملهم في بوزي صغير في عمرها فهمت عايتولي المؤسة تربوية اللي هي فيها وهنا يزدى يدخل دور المؤسة تربوية خطر يعطيهم الف صحة اللي هم منتبئة وشيفوا لي فهم حاجات غير عدية مش متعمرة دونك تصلوا بالولاي اللي هي انا ومشيت قالوا لي راي بنتك هكا 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 روا فهم حاجات غريبة ووقتها الحقيقة خطر سامي وديباس وهذي اللي دي ما انا نقولها راهو الكوتش راهو ما هوش تبيب نفساني راموش بسيكولوج راموش بسيكيات فهم حاجات يزمك تمشي المختصين في العلوم هذيك هذيت بنتي ومشيت المختصة وغادي يا جعفر اكتشفت لادوليسانس بخيكوس قاتلي مادام بنتك عندها ادوليسانس بخيكوس قلت لها خاطر سيكوا قاتلي مراحقة متقدمة قلت لها مادام بنتي عمرها ستة سنين قاتلي اين عمدة هي تنجم تجي من عمرها ثمانية سنين مابنتك تلمو معتها مخها قاعد ينضج وقاعد يتطور بصيفة سريعة برشة اللي سبق الوقت معتها في عوض ما تجي وهي عمرها ثمانية سنين وهي عمرها ستة سنين وبدينا من غاديك التأثير جعفر نعم شنو دخل بيك للموضوع اللي نحنا فيه احنا توقع دين نحكيه ومنع معتها سويت بوليميك اللي سارت معتها البرح ولا معتها التحرش الالكتروني الجنسي ولادنا كيفاش نخليهم يتفرجوا ولا وكلامك مهم ياسر جعفر اللي قلته كلمك مهم خاصة اللي نحنا في المؤسسات التربوية متعنا وهذين يداء لطيف وصغير للدولة مسيلش خلينا نتكلموا ليعملوا دروس في التربية الجنسية ليواعية واذيه كله تابو معتها حتى في المكتب ولا اسمع اللي تسمع كيتقالت نسبة المشنق على الحكاية كيتقال تربية جنسية في المدرسة نسبة المشنق للعبيد اللي قال ما فيها بيس معتها نشوف نتبع ندخل نتبع في الجافة ويعملوا هكا في الكنداء يعملوا هكا حطوا قدامك واعية خليه يفهم شو معناتها خطورة كون عبد مثلا سيمحون يا مارا وفا معي بارات لح هيئة في الدين يجبنا نستعملوها نعم انه مثلا انسان بالغ يتعرق امامك راهوليه روفا ما بلايس ما ينفعش كون عبد يمسك منهم روفا مع بيد ما ينفعوش اصلا انهم يمسوك وما عندوش علاش يمس فيك روفا عامل مع حرمى جسمك حرمى متاعك انت انا بنتك كنت اقول لها جعفر كنت تقول لي مما هكا انتي تمسني ونقولها انا نمسك اول حاجة على خاطرني انا امك وثاني حاجة انا نمسك بهدف بش نداويك بش نخسلك بش ندوشلك بش نشوفك مريضة ولا ليه حتى لو كان انا امك ولا ابوك معناش الحق نمسوك في اي لحظة ومن اي بلاسة وبدون ما انت تكون موافقة معتك يتخلق العمر معاين دونك هذا الكلو مهم انو يتقال اينا المهم بالنسبة لي اينا جعفر ماناش بش نتوى خاطر كلنا نحكيو نوعيهم هم عمرهم اربعتاش خمستاش ستاش خاطر دخلين في سن المراهقة يا اعزائي يا مستمعين نقول لكم واني يقول لكم راني تعديتها بتجربة شخصية راي المراهقة وليت متقدمة جدا نعم جدا قلت لكم اينا عشتها مع انت من عمر ستة سنين دونك ماذا بيكم ستة سبعة ثمانية حط صغيري قدامي وانتي كابو وكا ام مش بذرورة لك تكون كوتش ولا تكون مختصت بش تفهم صغير كنا كي نبدأ نحكي مع بنتي ساعات جعفر نحسها فيما حاجات ما تستوعى بهاش ناقف اي كلي كي تحكي هيلا تتحل عينيها نحس اللي فكرها ما هوش قادر انو يستوعى بالجملة اللي انا قلتيلها نوقف نعرف اللي هي مش وقتها مش حاضرة نعاود ومدة اخرى طريقة اخرى دونك نحطو صغيرنا وقدامو نحكيولو نحكيولو اي طبعا نحكيولو اذا كاني هي مرأة نحكيولها على الراجل اي مي بمثيلك ما فيها باس نعم ما فيها باس معتا هاو نقولكم مثلا انا بنتي وقتا حبت تشوف للراجل شنو يشبه في عضو التناسولي معتا خطر لاحظة تقالي اللي الولاد مك يدخلو حشيكم من التولاد مدخلوش كل بنات كي جا تسألتني انا فاسرتلق بربي يا كوتش بربي يا كوتش في العمر هذي اللي هو عمر خمسة سنوات ستة سنوات سبع سنوات هو عمر متاع الاكتشاف ثم اسئلة وجودية من نوع مثلا والدي يسألك على الله أنا سألني والدي قال لي يا با ربي هو أصحاب كل اسئلة متاعفولة اللي احنا مرنا بيهم اللي احنا مرنا بيهم من هو الله احنا ما كانوش يجاوبون انا امي ولا ما ما ميت قبل كوتش عطيني بيجي ستفاصل شنو نعبر لك على المقصود يلزمك تلقى الاجابات فامني ولاي ولو كان ما عندكش اجابة ما تطييش اي اجابة في اطار انتي عندك ما تعمل وتقول ولاي خطر هذي كانت تقعد له فامني راية ثم نوعية متاع اسئلة علمية فلسافية فامني ولاي حياتية وجودية انتي جبته للدنيا فسر له بالله تهي احصر فامني فسر له بالله الاخطر من هذا طو هذا يراه لي في الاخر طو الاخطر من هذا طو الدار الكلها كونكتي الدار الكلها مربوطة ببوتوم تعريزوه انا نتذكر كونكسيون قصت في الدار مأسات في رمضان مأسات مأسات ونصار فينا المسخ معانتها نخص وزادة وقت للتليفون احنا زادة الاولياء مقصرين خطر كنتي كونكتي فامني والله انتي البو كونكتي والأم كونكتي والله العظيم مصالة للكوجينة اقسم بالله انا مرة عملت فامني بعطت المقافات مميساج بالتليفون وانا كنت نجمة عاية طلب الصوت طلب فالتومة برا الصمك جي بك الجي مغادي قلت لي اوكي بحثت لي اوكي واصبوع من الكوجينة وجاب معانتها احنا زادة مساهمين انا نحمل مسؤولية ديما للاولياء خطر هما صغار ليس عليهم بحرج انا جست فام حاجة مهمة على الاخر نتفكر وانا صغيرة انا صغيرة انا عملي اربعين سنية سنة كنت نتفرج في حاجة في مصر زلت صغيرة ليه معانتها بين سنة معانتش وانا صغيرة نتفرج في القناة المصرية الاولى اللي هي القناة لتاتيك خطر كنا عنا حاجة اسمها البونتسي قبل كان الناس اللي يتفكروا دخلينا نتفرجوا في مصر و ال بي سي في مصر كان عندهم برنامج للصغار موجه للاطفال عن اللمسة الخيرة واللمسة الشريرة على النظرة الخيرة والنظرة الشريرة شكون الناس اللي نحكيوا معاهم وشكون الناس اللي ما نوجهوا لهمش الخطاب بتاتا مهما تكون المغريات ايجا نوري كلب صغير ايجا نوري قطصة صغيرة ايجا نعمل كدرة شنوة ابعث لي كلمني هذي في العادي نحكي واحنا الصغار مازال ما تخلش علينا انترنت فما حاجة مهمة على الاخر على الاخر نحب جوست نحط النقطة عليه اول حاجة الحكاية متاع التربية في المكتب ولا في الدار هو مهم كيف ما قالت سيدة على الاخر انه نعلموا الصغيرات اللي هما بدانهم حرمة اللي بدانهم مقدس اللي حتى حد ما عنده الحق يقرب له لا صورة ولا لمسا ولا واحدة يقدسوه اللي بداننا بتاعهم سيدخيزهم بقتون انهم يحسوا بشي هذي والحاجة الاخرى اللينا جوست نحب ننبه عليه خطر او موضوع كبير نجمو نحكي فيها ربعة سوية جوست كونوا الاولياء خطر انتم جبتوا الصغار دون كنتم مسؤولين عليهم كونوا مصدر قوة وثيقة وحماية لصغاركم ما تخليوهم شي خافوا بالكل انهم يحكيو لكم اي حاجة تصير معاهم مهم مهم جدا وبرابي جوست حاجة اخرى جملة اخير خليو الهيبة متاع الحب غير المشروط اهم المهبة متاع العيدة ديرها انو ديما تذكرهم قداش تحبوهم وقداش انتموا واقفين معاهم وقداش ديما تكونوا من جانبهم هما تذكير يومي خطر الصغير ينسى يشك دونك فكروا صغاركم اللي انتم اول سندوا اكبر سند ليه واضح ترفق ريسك الكبير على سرعة الاسألة اللي انتي سئلتم اللي ما محليهم على الاخر انتع تفل الصغير يتلفت البوه يقولوا عليش جبتوني للدنيا مثلا ولا شكونوا ربي ولا شكونوا ربي اللي هو ينجم يلقى الريبانس في التليفون خاصة في اللانيم اللي هي ظهرة كبيرة برشة العبية تتفرش في اللانيم وفما بعض اللانيم اللي قاعدين يتعدو اللي فيهم شرك كبير برشة خالي نقولوا يتعطى الصغير خاطروا ما ثقفته ما كاكا نحنا يكونسومي هو يوالي يعطي ديو استغفر الله يوالي يحط يشخصا يوالي يعطي تصويرا يوالي يخذ المصادر موش كان في الشرك راو تحويل وجه صحيح لا تنتمي لنا على خاطر يصوروا بطريقة يسر يسر اكس بليسيت يعني موجيش من انترنت ما تخلش الصغار من انترنت ردوا بنا سرتو من لانيم راو على خاطر هذه الظاهرة ردوا بنا من لانيم راو سعت فيهم دي مساج تراش شوية يعني حرشين شوية ردوا بنا منهم وانت كي تدخل تلقى يتفرش في ديسانيمات كل سبق وانت في بيلك ديسانيمات صحيح وانت في بيلك صور متحركة ويا ليه يحكيه وفما يحق الجنسية وفما برشة حاجة والالعاب متاع الكرتوش والقلاب والدنيا وهابتة واسمويت واعد قوية وقتل وجبد سكين من درشنية بانا تراو كان الله في عون الوالدين كله كله موزة الوالدين يا جعفر اللي هما النا نوافقك في الراي انهم هما اللي تحملوا المسجد الكبرى خطر انت تخلي التليفون عنده في يده ولا تابليت وتوفر له ويشتعليك ايفون درا شنوه باش ترتاح من الحسة متاعه ولا هني نقضي خنرطيحه مش شي نقضي ولا مش عارفة شنوه انت والدك يبدأ يلوج في الاجابات بعيدة عليك انتي ومسالك مش انتي وميستثقكش خاصة انو خافتو مثلا في الحالة اللي صارت من الطاف الله اللي اللي تفل صغير حكي لاخته ومن الطاف الله كذلك انو اخته كانت واعية بما يكفي انها تفركس وانها تعمل هذيك الكوليك هنا عمري سبع عشرين سنين فما انيم والله استحيق اني نتفرش فيه فما بعض ما عني انتي تفل صغير عمري عشر سنين تبع في سيري متعرش عليش نوريت في الاوروب في السين وفي امريكا عندهم تيك توك كيديس صغيرات يوتوب كيديس زادة كيف كيف يحط لك العمر المعين من الى حط لك باش انتي الفيديوهات ولا المحتوي اللي تبع فيه يبدأ معناها ديديه ولا ديديه الصغيرات هذيكم بضيت في عمري مهومة يعني راقبوا شوية صغيرات متاعنا مش عطيتوا تليفون باش تسكتوا ترتاح منه عليش جبتوا للدنيا انتي باش تسكتوا بتليفون ولا بتابليت ولا تحطوا كارثة كارثة انفيلات عظيم ياسر كزكتوا ما نشوف انا اخويا يوسف وعمره عاش حداش نسني عنده فيسبوك انا راني والله من البرح لليوم نخمم جاب ربي نعملوا كنترول هاو هاو يسمع معناية فرج نشوفه ونحش عنده نشوف يوسف ماش كنت تحكي انتي هذيك شكونوا هذيك يبدأ يحكي لي هذيك صاحبي يادر شنو فمت معناه بالحق راقبوا صغيراتهم شوان انا انا نحاول وش نختموا بعض نعطيك الكلمة كوتش بش نضم صوتي الصوت زينب فيه موضوع مهم ياسر يا خيبة المسعة لو كان ولادنا يخافوا مننا يا خيبة المسعة لو كان ولدك ما يخذكش انتي لولاني المنفذ لولاني خطر لو كان ما لقاكش انتي لولاني راوبش يلتج الاطراف اخرى بش تعملوا المانيبيولاسيون وتعملوا دمغجة دمغجة وتزول فيها غالطة برشة اقوى حاجة في الحياة هي الشعور بالانتماء للحب معاتها بابا نحكيولو كل شي احكيولو صغاركم احكيو مع صغاركم وعلموهم يحكيو كل شي انا يا اخوي بش نعطيك معولادي قلت لهم مهما كانت فضاعة الخطأ يجا قل مهما كانت يا ربي ان شاء الله لا ربي يحفظهم جميعا مهما كانت فضاعة الخطأ ايجا احكيو انا اراني مسامحك انا اراني مسامحك انا اراني بوك اي انا اخويا والدي وقت اللي يكور وكده دخلت في هستيريا وجدت عليا وليت نشوف فيه يكور عماتلو ضغط انت كبيرا مش ضغط مش ضغط مش ضغط مش ضغط حب حب هورج لا 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 ما مرض أنا غلطت جيتوا نهار قلت لسمعني صعبي أنا غريلني نحبك أنت ما عاشت بشي أنت نحبك أنت في الله نحبك أنت موش خطر ولدي كيف كيف مع بنتي غريلني نحبك أنت سيبني من الكرة وسيبني من الأعداد والمعدلات ويا أخويا نجيبهم لكل أنا غريلني نحبك أنت وهذا كهو الحب أساسي نحكي مع ولدات إن شاء الله ربي يجري على صليح كما قلنا قبل جعفر أساس العلاقات مش حتى بين لوم وصغيرة ولا بين البو وصغيرة أساس العلاقات الكل تقعد الثيقة كما قال جعفر وكما قال زينوبا يرحم فمكم في اللي قلتوه ويعتيكم الصحة إذا كان صغيرك يعطي فيك ثيقة ويولي نجم يحكي لك أي موضوع خطر يعرفك حتى لو كان تغشش عليه حتى شوية ملول من بعد تحتويه تقول دونك هذي الأهم المنفذ خليهما يحسوا اللي بلي كانت الحكاية كبيرة هو في مأمن معاك هو في مأمن وينجم يحكي لك الله يما نقول البابا ولا يما يقول لأمي هذي كانت مهم لأتوا يتغشش عليك ما تعرش بابا وامي أنت حتى يتغشوا عليها دافوا عليهم مهم دونك هذي الحاجة الأولى الثاني الحاجة الثاني حاجة ما نحشموشي هذيكم إذا كان تبادر السؤال إلى ذهنهم ما تحشموش رو كيما قال جعفر مهم رو بشي مشي فركز في الإجابة في بلاسة أخرى وكيما قلت أنت يا رافع زدعتيك الصحة وممكن تكون الإجابة غالطة غير كافية ومذرة ومذرة دونك يخذها من عندي أنا خير وكيفاش نحنا عملو ديما نعتيكم مثلا إذا كانوا كيما قلنا خطر أخطر هما صغار بالكل هذيكم اللي يتعبوا برشا رو ست سنين سبعة سنين ثمانية سنين تسعة عشر صعاب مرحلة الاكتشاف نجم تحطوا حتى في قهوة حتى في بلاسة هذوكم صعاب دونك هذوكم ديما وإحنا نلعبوا نعم سمعت السؤال متجاوبش إذا كان معندكش إيجابة مقنعة متجاوبش في سحي أنا بنتي ساعات نسمحها التواجع فلنعمل دورة نركز خد الإيجابة يزمها تكون على قد فهمها وإدراكها ميش ساهد خنضعكوا شوية أنا مرة بنتي سئلتني على كلمة بالفرنسي عملت روح ينقح لحظة لا بره بالتاليفون حتى بالتاليفون مش لنا لا لا نقحوا كذا في اللي قتل اللحظة راني شارك كذا أما يفاق قعد تضحك حلوة حلوة ميسلش 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 ما غلطوش صغير خلينا ناخذوا وقتنا في الإيجابة بعد نحطوه يلعب إذا كان في العمار هذه صغيرة وهو يلعب نجاوبوه على سؤالته وهو يلعب استحفظوا على صغيراتكم وحكيوا معهم وراقبوهم ربي عندي